السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين قناة مختارتك واليوم عندنا اخبار عن هواوي المتخفية نعم هواوي تحاول تتخفي وبنفس الوقت تريد تظهر بقوتها بالسوق ومنافسة بقية الشركات لكن اكو امور خارجه عن الارادة فاول شي رح نبدأ مع سلسة الميت خمسين اللي رح تتأجل لشهر الثاني من العام المقبل وهذا اول شي رح تقول انه شو رح تنافس مع المعالجات الجديدة هذا الشي ايضا اتوقعته ولكن المعالج المستخدم داخل الصين كفايف جي هو فقط مسموح لهم من كيرن او من ميديا تيك اما بالنسبة للتوفر العالمي بسبب الضغوطات والسماح من ناحية شركة كوالكم على اخذ معالجات فور جي فبالتالي هذه المساعدة رح تخليهم بالمنافسة كأداء ومع بقية الشركات ولكن كان منافسة السوقية بالناحية عدم وجود الفايف جي كمودم مع هذه المعالجات هذا رح يسبب لها خسارة في المراتب الاولى داخل الصين او خارج الصين فبالتالي شو رح تحصل مع الميت توقعاتي والاخبار والتسريبات الاخيرة انه رح تحصل على معالجات الكوالكم الجديدة 898 اللي ايضاً ظهرت على القيكبينش من ناحية الاختبارات فهذه المعالجات عادة تظهر بشهر 12 فبالتالي منها لحت شهر اثنين هذه المساحة رح تخلي او تمكن شركة هواوي من الضيف هذا المعالج ولكن مع مودمات 4G وليس 5G ان وجدت هذه النسخة في حال عدم وجودها فرح تضطر انه تستخدم معالجات كوالكم و 4G من الثلاثة ثمانيات فقط اللي سمحت اللي هي من ناحية هذا المعالج ايضاً عندنا البي خمسين اللي نزل اللي لحد الان متوفر بالاسواق العراقية ولكن هناك بعض المصادر ذكرت انه رح يجي مع شهر دعش تقريباً كنسخ محددة او بكميات محدودة فقط للسوق العراقي ايضاً من ناحية اخرى شرم المعالجات اللي رح تسمح كوالكم انه تنافذ شركة هواوي بها على فئة الهواتف المتوسطة مثل ما نعرف حالياً البي خمسين او هذه السلسلة مع المعالجات الاخيرة اكيد السعر رح يكون شوية مبالغ بي بالنسبة للمستخدمين اللي تعودوا على انه هواوي تزودهم باجهزة من جميع الفئات بداية من فئات الاقتصادية الى المتوسطة الى الفلاك شيف فمن ناحية المعالجات او من ناحية الهواتف اللي رح تكون بالفيلم توسطة اكيد رح تكون مع معالجات من كوالكم وحسب التسريب الاخير اللي رح يكون من معالجات كوالكم سناف دراجون 778 جي ولكن مع 4 جي لكن هذا الشيء ما محدد لحد الان هل هو اتباعاً رح يكون او شيء ولكن هناك بعض المصادر ذكرت انه من الممكن مع سلسلة النوبا 9 اللي رح تظهر بشهر سبتمبر خلال هذا الشهر رح يكون الحديث الرسمي ونتعرف على تفاصيل البقية من ناحية هذه الفئة المتوسطة من ناحية الشكل رح يكون هو نفس الشكل السابق اللي هي سلسلة نوبا 8 ولكن معالج ممكن رح يكون 778 جي نوع 4 جي فقط وليس 5 جي ايضاً رح توفر لنا الشحن السريع 66 واط وايضاً النسخة البرو رح تحصل على شحن 100 واط فبالتالي ايضاً البطاريات لا تقدر تبدلها فرح تستقر ما بين 4000 الى 4500 ميلي ام في هذه السلسلة الفئة المتوسطة من نوبا 9 نشوف التفاصيل ان شاء الله نوافقكم بها على القناة اكيد نأتي لنقطة المهمة ان هواود تحاول ان تستثمر تصار اكثر من شهرين او 3 شهور تحاول تستثمر في شركات ثانية باموالها بخبراتها التطويرية من ناحية التصاميم وايضاً من ناحية الذكاء الاصطناعي او اضافة بعض اللمسات او التتش من ناحية الواجهة الخاصة بهذا الهواتف فالكو شركة تابعة لالتي سي إيل هذه الشركة ظهرت جهاز في الصين عرضتها اللي هو ثاندر بيرت واللي يجي بمواصفات مشابهة لأحد من هواتف نوفا ولكن بعدها بعد ما انتشر الخبر بالإعلام ذكرة هذه الشركة ان احنا ما نعلاقة بهواوي وهذا الشركة او هذا الجهاد مطور من شركة المصنع ثاني من الصين هذا الشي يخليك شوية تشك بالموضوع انه هواوي قاعد تتحرب من العقوبات بشكل عالمي حتى ما يصيبها اي مشاكل من الطرف الامريكي فبالتالي ممكن رح نشوف براندات جديدة بالسوق العراقي او بالسوق العربي على اقل شركتين ما نقدر نذكرها حاليا حتى ما نتأكد ان هذا الموضوع تدخل السوق العراقي بتطوير من هواوي ولكن ليس باسم هواوي فهذا الشي رح يخلينا انه نتبع سياسة جديدة ان هواوي لازم تستقر وتستثمر كل اموالها بعيدا عن الاكسساريز او الاكسسوارات الاخيرة او الاجهزة الثانوية من تابلتات وسماعات وتستثمر ايضا بمسألة فئة المتوسطة فهذا كل ما موجود لحد الان عن هواوي فترك لنا رأيك شنو معنات انه شركة تستثمر بشركة ثانية ولكن بعدين تلغي وتقول لا احنا مانا علاقة ترك لنا تعليق لسفل الفيديو وتابع كل بديوهات القناة لا تستشرك بالقناة تفعل زر الجرس من بديوهات القادمة من مختار تيك